موسيقى قال يسوع ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين يعني الفكرة في الدوافع الخطأ إنه عم بيصوموا عشان الناس تشوفهم إنهم صائمين الصوم الصحيح أحبائي طبعا بيقوينا روحيا والصوم كتير مرات بفيد للصحة وكتير مرات إحنا منصوم حتى نتعاطف مع الناس اللي بتمر في الظروف صعبة يمكن نتخلى عن بعض الوجبات لأنه ممكن نوفرها حتى نساعد في أماكن أخرى وطبعا في أسباب عديدة في الصوم سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كتير مرات منصوم من أجل التدريب والتهذيب حتى فعلا نتقوى روحيا من السهل إنه الواحد يكون عبد لرغباته عبد لشهواته فبصوم حتى فعلا أخضع أقمع وأستعبد جسدي مثل ما قال الرسول بولوس طبعا منصوم أحيانا حتى يزداد إلنا تقدير لقيمة الأمور الأخرى مرات كتير ما منعرف شو الناس بتمر أو في أي حالة بتعاني فمنصوم حتى فعلا نشعر بقيمة هذه الأشياء لكن الصوم أحبائي له عمل روحي عميق جدا جزء من الصلاة وجزء من الحرب الروحية أنا لما بصوم بصوم اختيارا مش بصوم بنقطع على جزء من الأكل وهذا أوكي يعني ماشي يعني مرات في ناس بتصوم بتعرف إنه مستعبدة لشيء معين من الأكل فبيخدوا قرار إنه فعلا عاوز يذلل نفسه حتى يتحرر من هذه الأمور يمكن بتأزيه جسديا لكن من ناحية روحية دايما الصوم فيه عمل جبار عمل روحي الصوم بغير أمور كتيري لما صلت أستر مع شعبها غيرت قرار الملك اللي كان آمر بالقضاء على كل اليهود في تلك الأيام ولما صامت نينوى وتابت أمام الرب الرب عمل أمور عظيمة فعلا أنقذ هذه البلدة فطبعا الصوم هو مصحوب بتوبي والصوم مصحوب بالصلاة والصوم مصحوب في إزلال النفس والصوم مصحوب بقوة روحية أنا لما بدي أستمد قوة عن بصلي حتى فعلا الله يستخدمني في قرارات كتير مثل الكنيسة صلت وصامت لما ابتدأت الإرسليات أرسلوا شاول اللي هو بولوس وبرنابة وهكذا يعني بيتكلم عن دوافع الصوم ممكن تصوم لكن الشعية 58 يتكلم عن الصوم الحقيقي أنه تكسر خبزك للجائع أنه حتى فمك يكون يتكلم بأمور اللي بتمجد الله مش أي كلام مجرد عشوائي أو تلقائي شكرا